ومتبعة لنتائج جلسة المباحثات التي جرت بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايم بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتنفيذا لتوجهات أصحاب السمو بسرعة استكمال الإجراءات المتبقية لتنفيذ النقطة الواحدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية أقد مساء اليوم اجتماعا تنسيقيا بين مسؤولي الجمارك في البلدين الشقيقين ومدير عام الجوازات من الجانب السعودي حذره من الجانب البحريني سعادة الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك ومن الجانب السعودي سعادة اللواء سليمان اليحية مدير عام الجوازات السعودية وسعادة الأستاذ أحمد الحقباني مدير عام الجمارك السعودية حيث اتفق الجانبان خلال اجتماعهم على البدء فورا بإنهاء الإجراءات المتبقية لتطبيق نقطة الدخول الواحدة على الجسر الذي يهدف إلى اختصار نقاط العبور في منطقة الخدمات من أجل توفير الوقت على المسافرين ولتسهيل حركة عبورهم وبحث تطبيق تقنيات البوابات الذكية للمسافرين وتم خلال الاجتماع وضع خطة عمل لتنفيذ توصيات القادة في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يخص تطوير المنافذ البرية بالنسبة لحركة الشاحنات كما استعرض الاجتماع التنسيقي عددا من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الجمارك بين البلدين الشقيقين وتيسير العمل الجمرقي بما يصب في خدمته على كافة الأصعدة إلى جانب تسهيل إجراءات الجوازات والجمارك عبر جسر الملك فهد وزيادة القدرة الاستيعابية للكبائن ومسارات الجوازات والجمارك بين الجانبين وأكد الاجتماع التنسيقي على أن التعاون بين البحرين والسعودية في مختلف المجالات هو استراتيجي وفي ازدهار مستمر وله أولوية قصوة لتعزيزه وأن قطاع الجمارك ينمو بصورة كبيرة في ظل المناخ الاقتصادي الذي وفرته قيادة البلدين الشقيقين ويصب في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 لكل البلدين